لما تفتكر اللي حقاقوا موسيماني لازم تكون سعيد بنفس البهجة اللي على وشوشنا دي صح ألا لأ؟ أكيد طبعا طيب بعد بقى موسيماني فيه برضو اتنين خلونا نحس نفس البهجة ويستحقوا بجد إنه كنوع من أنواع يمكن الفريق كله تكرم في صورة البرونزية ولكن كويس جدا إنه على المستوى الفردي على الأقل أيضا كانوا موجودين هدف السلية وهدف محمد هاني كانوا من ضمن أفضل الأهداف في المنديال الأمانة هدف محمد هاني جميل لكن كمان هدف السلية كان رائع بهدوء وثقة وتنشين وكل حاجة على طريقة اللاعبين الكبار وهو منهم للأمانة على طريقة السلية على طريقة السلية فعلا الجرأة والقرار وبيعملها كتير قوي يا أسامة وبيبقى شايف يعني هو حتى دايما بيكون مش باصص للملعب في المرش ده قرأة أكتر مرة وكانت ناوية تيجي يعني مين عجبك في اللقطة بتاعت الهدف دي؟ الحك طبعا وهي دي محتاجة لا لا سرعة بديعة على سرعة بديعة أنا أي حكم بيوطي للكورة بحب هو بربالي الهواء أي حكم بيوطي للكورة بحب الحكم ده بربالي الهواء طبعا فكرني بلاحظاتك حسيت ميكسي سعادة كده أفشى على السلية السلية كان التالت ومحمد هاني كان الخامس في منتريه وخلاص احنا خدنا عهد أننا يعني نوضح للمنديالي محمد هاني ده طبعا هدف محمد هاني في مباراة بالنسبالي هي الأروع في تاريخ كأس العالم الأندية لأنها ستظل في الزاكرة مدى الحياة أنا كنت بتكلم مع بعض الأصدقاء قال دي اللي هنحكي عنها لولادنا هنقول أن الأهلي كان نايس 15 لاعب وراح يقابل منتريه والأمور كلها بتقول هنقصر فإذا بالأهلي يحقق الفوز ومحمد هاني المنديالي خلاص يعني جماعة المطش بتاع الأهلي ومصر المقصة لازم نقنع محمد هاني إن ده منديال كسام الأندية محمد بيتقلق في المنديال فخلاص عايزين نفضل كده بمستوى المنديال لأن قدم مستوى في المنديال أمام باير مونخ كان جايد جدا نهاردة بيقدم مستوى ممتاز جدا جدا وشرط القيادة على قديك كده هو بيسجل هذا بتبع حاجة جميلة أول بص هنا عشان بصراحة ما انجرفش وبتكلم بمنطقة المصدقية أنا محمد هاني ديته كريدت كبير أوفكسر عامل الأندية فاتت بالضبط فبعدها كان المردود مش بنفس الطريقة اللي أنا كنت مستنيها فالمرة دي أنا مستني شوف الملعب وإن شاء الله تمنى الملعب لا يرضغ المرء من جحر المرتين نتمنى دي رسالة لهاني يعني فرصتك بالتأكيد أكرم توفيق يعني ربنا يرجعه بالسلام إن شاء الله جاء حط المركز ده في مكانة مختلفة وبقى أساسي منتخب مصر قدامك فرصة تقدم نفس المستوى بنفس الجدية اشتغل على نفسك تكون أساسي في منتخب مصر والطريقة دي تساعده على فكرة جدا يعني كمان طريقة اللعب دي مساعداء فأتمنى إن هو يستغل ده فعلا طلعت أربعة ثلاثة مناسبة جدا اللي هاني تحديدا هو معلوم بالضبط عشان القدرات الدفاعية والصحة العكسية وما شابه